الشخص ده عقل الباطن عمل بيودي ويجيب فيه بيفكره بالذكريات والأوقات اللي انتوا قضيتوها سوى مع بعض بالذات لو حصل بينكم زواج او علاقة زواج او كده فالشخص ده فكر الحاجات دي كويس جدا وكل شوية عقل الباطن يعود ينطلب حاجة او يفكروا بها احساسه ويقينه بان انت قدروا بقى سوى انت رفضت او بتقول لأ كانه عنده لأ عافية زواج انت هتكون لي عافية زواج لازم يرتبط بك او لازم يكون معك في علاقة ففي الخوف شوية الخوف انه لأ ان انت ما ترضاش بي او ما يحصلش بينكم حاجة وبرضو اليقين لو لا احنا اصلا هنكون لبعض او اصلا انتوا هترجعوا لبعض مرة تانية وان انت قدروا وانه ربناك هتبلكوا ان انتوا مثلا الاتنين تكونوا سوى مع بعض بيبص على فكرة على صورك كتير قوي وبيصهر كتير يعني طاقة تفكيره فيك بيكون بالليل حتى مسلا الساعة ستة صباحا فدي ممكن تكون اكتر الاوقات اللي انت بتحس فيها بطاقة التخاطر مع الشخص ده برج الحوت وبرج الجوزاء والطاقة المائية برج الدلو والميزان والحمل